سورة النحل من نبره على من يشاء من عباده أن أمره أنه لا إله إلا أنبثقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يخرجون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو فصيم مضين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفطال كلنا بلد لن تكونوا بارغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرطوفا رحيم والخين والبعال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله أصل السبيل ومنا جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه سراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل الثبرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والخمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما درع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي تخر البحر لتأكلوا منه نحما قريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا لما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تبيد بكم وأنهارا وسضلا لعلكم تهتدون وعلى ما فيهم وبين نجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق ففلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعملون والذين يتعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون إلهكم إله واحد فالذين نؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربهم قالوا أسافير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتان يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا أتاء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأسرواه بنيانهم من القواعد فقروا عليه المستقب من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين تركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إلا الحزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفعهم الملائكة فروا مني أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئسمت والمتكبرين وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآفرة خيوم ولدعم دار المستقين جمّة عدنه ينخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشعرون كذلك يجذل الله المستقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما أملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون وقال الذين أتركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من سيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من سيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المضين ولقد لعثنا في كل أمة رسولا أن أعرضوا الله واجتنبوا الطارات فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد عينانه لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول له كن فيشون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمون لنبوء أنهم في الدنيا حسنة والعجم الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك النفر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين متروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخور فإن ربكم لرأوك الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تستفروا إلى أي شيء إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تستقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كفروا الضر عنكم إذا فريقوا منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله نتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون وإذا بكر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كرير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكوا علىه لمن يدسوا في السراب ألا ساء ما يحكموا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوم ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يعاقد الله من سب ظلمه ما ترك عليها من دابة ولا كي يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتطفوا أسنتهم الكذب أن لكم الحسنا لا يجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا أعليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا فيه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة مصيقون مما في بطونه من بين فرسهم ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات المخيل والأعناب تتخذون من موسكرا ورفا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل ثمرات تسركي سبن ربك ذلن أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرج إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براج جير السير على ما ملكت أيمانهم فهم فيه ثواء أفب نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفب البعض ليؤمنون وبنعمة الله هم يتفون ويعبدون من دون الله ما لا يملكنهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تغلبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يتعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كر على مولاه أين ما يوجه ولا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطر أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمثثون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعان بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأغبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك الملاغ المبين يعرفون نعمة الله فهم ينكرونها وأفرهم الكافرين ويوم نبعت منكم لأمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينبرون وإذا رأى الذين أشرتوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألخوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفترون ويوم نبعت في كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على أولا ونزلنا عليك الكتاب تريانا لكل شيء وهدى ورحمة وبتال المسلمين إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإنساء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جعلكم لعلكم تذكرون وأوضوا بعض الله إذا علمتم ولا تنقضوا الأيمان بعد سوكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعض صوة أنكاتا تستقدون أيمانكم بخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يذلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه فاخترفون ولو شاء الله يجعلكم أمة واحدة ولكن يذلو من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تستخدوا أيمانكم لخلا بينكم فتزل قدمهم بعد ثبوتها فتزل قدمهم بعد ثبوتها وتذوقوا الشوء لما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب العظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجذين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجذينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعي بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين حظم به مشرجون وإذا بذلنا آية أم كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت محسر قالوا إنما أنت محسر بل أجرهم لا يعلمون قل نزلوا روح القدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدىهم وبشرى للمسلمين ولقد نعلم عنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعدم وهذا لسان العرضي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يختبر جذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفل صدرا فعليهم غرض من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدر قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وتمعهم وأبصارهم وأولئك هم الرافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئن فإن يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأمر الله فأذاكوا الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم سون منهم فكذبوه فأخلهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم أيام تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والزمى ونحمى الخنزير وما أهن لغير الله به فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصب ألس ما تصب الكذب هذا حلال وهذا حرام لكثروا على الله الكذب إن الذين يخترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذي إلى ما دو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين علموا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ونبيك من المشركين شاكرا لأنوم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنتا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن استمر ملنة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلقوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصدروا مع صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقين مما يمكرون إن الله مع الذين شعقوا والذين هم محصنون